السلام عليكم اهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة في قناتكم اكل وشرب النهاردة هنجاوب سوا عن سؤال اتسأل للقناة كتير هل اجيب متعدد الوظائف ولا اجيب كل حاجة منفصلة او كل حاجة لوحدة هنعمل النهاردة سريع عن او العجان بالملحقات وهنعرف سوا مميزاته ويوبه هل فعلا بيكون عملي ان انا اجيب حاجات كلها كلها مدمجة مطور واحد بتعملي وظايف كتير هل هتغنيني عن حاجات كتير في المطبخ هل الاحسن ان انا فعلا نجيب كل حاجة منفصلة هل الجهاز دوت بملحقاته ديت يستحق السبعة تلاف ونص ان انا ندفع سبعة تلاف وخمسمية جنيه تقريبا او اكتر كتمن للجهاز دوت بشرط ان هو يغنيني عن حاجات كتير ده اللي هنعرفه النهاردة بتفصيل ان شاء الله هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في عمل او آآ مراجعة وتقييم مبدئين كده الجهاز قدرته الف واط والسعة بتاعت العجن الرئيسي اربعة لتر وتلاتة من عشرة آآ بيساع حوالي نص كيلو دقيق ازا كنت باعجن عجينة آآ جفة يعني عجينة مغبوزات من آآ اللي فيها جلوتين عالي يعني ممكن اعجن فيها الحاجات بتاعت العيش والحاجات دي كلها بيستحمل معايا لغاية نص كيلو اكتر من نص كيلو العجان ممكن يوقف وما يتحركش. ممكن لو لو العجينة آآ طرية شوية عجينة كيكات بقى او حاجات كده ممكن يستحمل معايا مكونات لغاية كيلو وكيلو ستمية بس بشرط ان يكون الجلوتين اللي في دقيق قليل اللي هو دقيق المخصص آآ للكيك ويكون العجينة يعني فيها سوالي اكتر من المواد الجفة. ده بالنسبة للإستخدام الرئيسي آآ لو انا استخدمت الجهاز كعجان آآ باستخدمه في عمل المعجنات او آآ المغبوزات. طبعا الجهاز بيجي آآ لو احنا رفعنا الرأس بتاعته بالمنظر دوت الجهاز هنا بيجي بتلت انواع من آآ الرؤوس. آآ طبعا لحسب آآ سواء خفق البيض او آآ او العجين سواء العجين اللي هو فيه زي ما قلنا جلوتين عالي او العجين العادي. دوت الاستخدام الرئيسي وطبعا هنا آآ القرص بتاع السرعات للجهاز. ده الاستخدام الرئيسي للجهاز آآ المالتي وان. القرص اللي فوق دوت لو فكناه ممكن يركب فيه آآ ملحقات بتيجي مع الجهاز وده من ضمن مميزات الجهاز ان هو ما بنحتاجش ملحقات تجابله بفلوس تانية هو تمن وبيشمل ملحقات كلها لان فيه اصدارات تانية من كين ود بنجيبي الجهاز وبنبقى الملحقات بتاعته لها تمن اضافة. آآ الرأس هنا بيركب عليها طبعا شفشاء الخلاط. ده شفشاء الخلاط بتاع آآ بتاع الجهاز. وهو شفشاء من زجاج هو تقيل شوية بس برضو يتحمل. الساعة بتاعته لتر ومتين ملي. آآ قدرته على الخلط مش بطالة كويس لان المطور طبعا الف واط وبالتالي بيديني قدرة على الخفق والخلط والعصر بشكل كويس جدا. آآ الملحقات التانية معنا هنا معنا القطاع او الكبة بتفيدنا انها هي بتعمل بتعمل تقطيع للخضار لو انا عايز اعمل خضار بقطع بطريقة معينة. عايز اعمل آآ نوع من انواع اسصات برضو بتنفع. آآ الساعة اللي بتاعتها برضو لتر ومتين ملي. والسلاح بتاعها سلاح من رشتين. سلاح من رشتين معمول مصنوع من الاستانلستيل. آآ كفقته في التقطيع آآ كويسة جدا. كمان عندنا الجزء بتاع العصير. جزء العصير بتاع الفاكهة اللي بتحتوي على كتير من الالياف. يعني ممكن اعصر فيها طفاح على سبيل المسال. الجزء دوت فيه آآ جوة طبقة من الاستانلستيل المخرمة او شبكة. بتفصل التفل بتاع العصير. وبينزل لي العصير صافي من من الجزء دوت. يعتبر برضو من ضمن الاجزاء الكويسة جدا. وممكن احط عليها برضو في ملحق من الملحقات عصارة موالح او آآ عصارة برتقان بتشتغل بنفس آآ الطريقة. بنقدر نعصر بيها موالح برتقان جريب فروت وما الى ذلك. الميزة الكويسة جدا في الجهاز اللي معانا كينوود مالتيوان انه هو ممكن الرأس بتاعته بيركب عليها مفرامة لحمة. بالشكل دوت الجهاز ممكن اشغله مفرامة لحمة بقوة المطور الالف واط وممكن اعمل برضو في عجينة طعمية للناس اللي غاوية تعمل عجينة طعمية في البيت. يبقى كده احنا معنا جهاز متعدد الوظيف. الجهاز الاستخدام الرئيسي بتاعه عجان. وبالاضافة ان هو بيركب معاه بيركب معاه شفشاء خلاط وبيركب معاه كبأ وبيركب معاه مطحنة توابل برضو كمان. في معاه كمان مطحنة توابل. وبيركب معاه العصارة اللي احنا قلنا عليها وممكن برضو استخدمه كعصارة للموالح. بكده يبقى ان الجهاز كله مميزات وزي الفل وبيعمل كل حاجة وهو متكامل. وده اللي بياخدنا للاجابة على السؤال اللي احنا سألناه في اول الحلقة. هل من العملي ان انا جيب جهاز متعدد الوظيف? عشان نجاوب عن موضوع ده وارد لازم كل ست بيت تسأل نفسها استخدامي في ايه اكتر? لو ست البيت او اللي بيستخدم العجان بيستخدم العجان بصفة مكسفة كبيرة جدا يعني عايز عجان كويس جدا وبيعمل مجبوزات ويه كيكات بكمية كبيرة بتتجاوز مسلا تلات اربعة مرات في الاسبوع يبقى الكنوود ده الكنوود مش هينفع معاه لان ده الف وط بيستخدم نص كيلو فقط دقيق لو هنعمل مجبوزات بكسفة عالية يبقى الجهاز ده مش هينفع معاه. لو انا باستخدم مفرومة اللحمة بشكل كبير يعني باعمل كفتة باعمل حاجات تحتاج لحمة وفرومة كتير في البيت باعمل عجينة طعمية بشكل كبير في البيت يبقى برضو الجهاز ده مش هينفع معاه. لو انا محتاج خلط اه مجرد شافش اقبعصر عليه يبقى الجهاز دوت غالي على على احتياجاتي لان انا مش هبقى محتاج مش هبقى محتاج كل الجهاز الالف وط دوت بالحجم الكبير وتقلو دوت ومساحت ولا هياخدها من اطبخ عشان مجرد انه يبقى خلط. او يبقى مسلا قطاعة لان ممكن اجيب جهاز برضو من كنود او من شركات اخرى بيبقى في القطاعة وممكن ساعتها اكبر من دي ويديني ايه فكرة القطاعة او الكبه بشكل افضل. باختصار الجهاز دوت ينفع للواحد بيستخدم الحاجات دي كلها يعني ايه? يعني بيستخدم العجان بشكل متوسط او خفيف. بيستخدم القطاعة خفيف. بيستخدم المفرامة خفيف. يعني استخداماتنا كلها في المتوسط او الخفيف اقدر الم كل الاجهزة في جهاز واحد. انما لو انا استخدامي كسيف في حاجة منهم مش هينفع اجيب جهاز متعدد الوظائف اه وهو انا لحندي تقل في حاجة معينة. في ناس غوية كفتة اكتر. في ناس غوية معجنات اكتر. في ناس بتعمل حاجات في المطبخ عايزة حاجة خفيفة تقدر تعمل بها. صلصة طماطم تقدر بتعمل بها حاجات كتير فبيعتبر الجهاز دوت جهاز تقيل بالنسبة للاحتياجات الخفيفة دي. فاي حد بيجهز او اي حد عايز يجدد مطبخه يسأل نفسه استخدامتي ايه? لو استخدامتي في حاجة تقيلة جدا يعني استخدامتي في نوع معين من انواع الطبخة. كبير يبقى اجيب حاجة متخصصة اكتر. لو استخدامتي خفيفة يبقى الجهاز دوت يعتبر بالنسبة لي مثالي لانه هيجمع لي كل الاجهزة في جهاز واحد واذا اجيبته مش احتاج اجيب جهاز تاني. في عصارة موالح في خلاط في كبة في جهاز العصير بالذات الحاجات اللي هي محتاجة عصير يعني قوة معينة في العصير زي الجزر والطفاح مثلا في عجان في حاجات كتيرة جدا اقدر استغنى منه عن اجهزة تانية. انما لو انا غاوي محجنات اكتر ما ينفعش اجيب الجهاز ده. طب لو احنا اتكلمنا بقى عن عيوب الجهاز. اول حاجة العيوب بتاعت الجهاز اه زي ما الساعة بتاعته بتاعت العجن هو الوعاء بساعة اربعة لترل وتلاتة من عشرة يعني اربعة لترل وتلتمية ملي. ولكن لا قدرته على العجن لا تتجاوز من نص كيلو او خمسمائة جرام دقيق. وده احد العيوب. كمان اه الجهاز لو حطيت عليه الساعة القصوى بتاعته اللي هي نص كيلو دقيق بيبتدي الجهاز سباته يقل ويترج وتحس ان المطور بيفزل موجود كبير وصوته بيعلى جدا. وبيتعرض للسخونة كتير. فمن المفضل اللي انا وجبته كمان ما وصلوش النص كيلو دقيق عشان ما يتعبش مني. والجهاز ما يخرجش برا الخدمة اه من بوقت قصير. يعني عمره يطول معي. كمان الجهاز حجمه كبير جدا. فلو انا مش محتاج الحاجات دي كلها هيبقى صعب جدا ان انا اجيب جهاز بالحجم ده وزي ما قلنا. اه العيب الرئيسي كمان فيه هو غلاء تمنه. ان انا اجيب جهاز بحوالي سبعة تلاف وكمسومائة جنيه وفي بعض الاماكن بيوصل سبعة تلاف وكمسومائة جنيه. يعتبر سعر غالي شوية على الجهاز بقدرة الف وط. انما لو انا هجيبه واستغنى بيه عن حاجات تانية اه ممكن اجيبه وما اشتريش بقى حاجات تانية هيبقى مش محتاج خلاط ومش محتاج عسارة ومش محتاج حاجات تانية. فممكن استغنى بيه عن اجهزة اخرى. بكده با احنا حاولنا نعمل سريع عن او العجان بالملحقات وايه مميزاته وايه عيوبه وهلا اقدر استغنى بيه عن بقية الحاجات اللي انا ممكن احتاجها في المطبخ. هلا اجيب حاجات منفصلة هلا اجيب حاجات مدمجة. اللي ان ده زي ما قلنا تسألنا فيه كتير. فارب نكون قدرنا نفيدكم معلومة. لو حسيت الفيديو ممكن يفيد حد غيرك كاريت تشارك الفيديو. ما تنساش لايك للفيديو واشتراك القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.